تتمت رواية السيدة دالواي للكاتبة البريطانية فيرجينيا وولف قالت السيدة دالواي سترافقين إليزابيت للتسوق ردت عليها الأنسة كيليمان بالإيجاب وقفت هناك لم تكن الأنسة كيليمان تنوي التودد لها كدت دوما من أجل عيشها ولديها إلمام عميق بالتاريخ الحديث تتدخر من دخلها الضائل لأجل قضايا تؤمن بها بينما هذه المرأة لا تفعل شيئا لا تؤمن بشيء ربت ابنتها على لكن ها هي إليزابيت لاهتة الأنفاس الفتاة الجميلة ستذهبان معا للتسوق إذن والغريب بينما وقفت الآن سكيليمان هناك منتصبة بقوة وصمت وحش بدائي كانت فكرتها عنها تنحصر ثانية بعد ثانية تنهار كراهيتها لها والتي هي كراهية الأفكار للبشر ثانية بعد ثانية بدت لها أنها تفقد لؤمها وحجمها وتصبح آنيسة كريمان فحسب بمعطفها المضاد للمطر الذي يشهد الرب أن كلاريسا تود لو تساعدها ويتضاءل الوحش ضحكت كلاريسا ضحكة وهي تودعها خرجت سويا الآن سكيليمان وإليزابيت هبطتا الدرج بدافع مفاجئ وبألم مبرح لاستئثار تلك الفتاة بابنتها مالت كلاريسا على الدرابيزين وصاحت تذكر الحفل تذكر حفلنا الليلة لكن إليزابيت كانت قد فتحت الباب الرئيسي ومرت شاحنة صاخبة فلم تجب الحب والدين فكرت كلاريسا أثناء اندفاعها نحو غرفة الاستقبال مرتعدة بالكامل مقيتان كم هما مقيتان وبما أن الآن سكيليمان لم تعد أمامها بشحمها ولحمها سيطرت عليها الفكرة تماما بدايا لها أشد ما في الكون غلضة رأتهما غليظين محمومين متسلطين زائفين متسمعين غيورين قصوتهما وفسادهما بلا حدود في بئر السلم يرتديان معطفي مطر الحب والدين هل حاولت هي نفسها أن تغير قناعة أحد ألم تتمنى للجميع أن يكونوا أنفسهم فحسب وراقبت من النافذة جارتها العجوز في البيت المقابل ترتقي الدرجة للطابق العلوي فلتصعد إلى الطابق العلوي لو شاءت أو لتتوقف ثم تبلغ غرفة نومها كم شاهدتها كلاريسا دوما تنحي الستائر ثم تضيع مجددا في خلفية المشهد بشكل ما يقدر المرء هذا تلك العجوز تطل من النافذة غير مدركة لكونها مراقبة يحمل هذا مهابة ما لكن الحب والدين قد يضمر عنها أي كانت خصوصية الروح ستهلكه الآن سكريمان البغيضة لكنه مشهد يزيد رغبتها في البكاء الحب مهلك كذلك كل ما هو راق كل ما هو حقيقي ضع تأمل بيتر وولش الآن كان يوما رجلا ساحرا بارعا لديه فكرة عن كل شيء إذا أردت معرفة أي شيء عن البابا أو أديسون أو مجرد الثرثرة حول ما يعجب الناس ومضمون الأشياء فبيتر كان يعرف أكثر من الجميع إنه بيتر من ساعدها بيتر من أعارها كتبا لكن تأمل من أحبهن من النساء مبتذلات وضيعات سخيفات تصور بيتر وهو مغرب ها قد أتى لرقائها بعد كل هذه السنوات وما الذي تحدث عنه داتو غرام جارف هذا ما رأته غرام مذل خطر لها هذا وهي تتخيل كيليمان وغاليتها إليزابيت تسيران معا نحو محلات أرمي أند نيفي دقت البيكبان معلنة انتصاف الساعة أمر غريب وعجيب بل ومؤثر أيضا مشاهدة العجوز وإن كانت جارتين منذ سنوات طويلة تبتعد عن النافذة كأنها متصلة بالصوت بذلك الخيط الرفيع ولهول الصوت كان دو تأثير عليها بشكل أو بآخر عميقا بين كل الأمور الاعتيادية يتحرك عقرب الساعة ليضفي قداسة على اللحظة لقد أجبرها الصوت أو هكذا تخيلت كلاريسا على الابتعاد على الذهاب لكن إلى أين حاولت كلاريسا أن تتبعها وهي تنعطف وتختفي وأمكانها ذلك من رؤية غطاء رأسها الأبيض يتهادى في مؤخرة الغرفة ظلت تتحرك هنا وهناك في الطرف الآخر من الغرفة ما داعي الصلوات والعقائد والمعاطف الواقية من المطر تزعم كلاريسا أن تلك هي المعجزة تلك هي السر تلك السيدة العجوز التي تراقبها وهي تخطر بين خزانة الأدراج وطاولة الزينة ولا تزال تراها فالسر الأعظم الذي قد تدعي كيليمان معرفته أو قد يدعي بيتر معرفته لكن كلاريسا لا تؤمن بأن أي منهما لديه أدنى فكرة عنه كان هذا ببساطة ها هنا في الغرفة وهناك غرفة أخرى أكشف الذين أو الحب ذلك السر؟ الحب وها هي الساعة الأخرى الساعة التي تتأخر دقاتها عن البيكبان بدقيقتين أتت مثثاقلة وحجرها مليء بالمنمنمات التافهة وأسقطتها معتذرة كأن البيكبان تتماشى تماما مع إرادة صاحب الجلالة وهو يضع القانون بكل جلال بكل عدالة لكن لا بد لها أن تتذكر صغائر الأمور من كل شكل علاوة على ذلك السيدة مارشام إيلي هندرسون أكواب للمثلجات هاجمتها الصغائر من كل شكل ولون تغمرها تطويها وتراقصها مع تلك الضقة المهيبة التي اختبأت كسبكة ذهب في قاع البحر السيدة مارشام إيلي هندرسون أكواب للمثلجات لابد أن تجري مكالمة هاتفية على الفور بدت دقات الساعة المتأخرة مقلقة وحزينة وهي تتبع البيكبان وحجرها مليء بالمنمنمات التافهة انهزمت وتحطمت تحت بطش العربات ووحشية الشاحنات الاندفاع الطموح للرجال الجهيمين والنساء المتباهيات وقباب وأبراج المكاتب والمستشفيات والآثار الأخيرة المتبقية من هذا الحجر الممتلئ بالمنمنمات التافهة التي تبدو كأنها تكسرت وتناطرت كرذاد في موجة منهكة ينزل على جسد الآنسة كالعمان التي تقف بثبات في الشارع للحظة وتهمهم إنه الجسد الجسد هو ما ينبغي أن تخضعه لقد أهانتها كلاريسا دالواي وهذا ما انتظرت إلا أنها لم تنتصر لم تخضع الجسد ضحكت عليها كلاريسا دالواي لكونها دميمة وخرقاء فأحيت رغبات الجسد انزعجت حقا مما بدت عليه بجوار كلاريسا ومن عجزها عن الحديث كما تحدثت كلاريسا أيضا لكن لماذا تود أن تماثلها لماذا وهي تزداري السيدة دالواي من كل قلبها ليست امرأة وقور ليست كريمة حياتها نسيج من غش وخيلاء رغم ذلك إن هزمت أمامها دوريس كالعمان لقد كادت تنفجر باكية حين ضحكت عليها كلاريسا دالواي وهمهمت إنه الجسد إنه الجسد من عاداتها أن تكلم نفسها بصوت عال لتغالب شعورها الهائج الموجع بينما تقطع شارعة فيكتوريا سيران تضرعت للرب لا حيلة لها في دمامتها ولا يمكنها تحمل شراء ثياب فاتنة لقد سخرت منها كلاريسا دالواي ستوجه تفكيرها إلى أمر آخر حتى تبلغ صندوق البريد على أي حال لديها إليزابيث لكنها ستنشغل بشيء آخر ستنشغل بروسيا حتى تبلغ صندوق البريد أظنها لطيفة حياة الريف قالتها وهي تغالب كما أخبرها السيد ويتيكر الحقد الصارخ على العالم الذي سخر منها هزأ بها ولفظها بدءا بهذه الإهانة الإبتلاء بجسد كره لا يحتمل الناس رؤيته تسوي شعرها بأي طريقة وتظل جبعتها كالبيضة صلعا يكللها البيض لا تناسبها أي ملابس هذا إن تمكنت من شرائها هذا طبعا بالنسبة لإمرأة يعني إنعزالا تاما عن الجنس الآخر لم تكن تمثل أولوية لأحد تكاد ترى أنها في الآوينة الأخيرة فيما عدا إليزابيث تعيش لطعامها سبول راحتها عشائها شايها وقربة الماء الساخن مساء على المرء أن يناضل أن يحتفظ بإيمانه بالرب لقد أخبرها السيد ويتيكر أنها موجودة لسبب لكن لا أحد يعرف سبب آلامه ثم أضاف وهو يشير إلى الصليب الرب يعلم لكن لماذا تتألم هي بينما تفلت الأخريات ككلاريس سادالواي قال السيد ويتيكر أن المعرفة تأتي من خلال المعاناة فوتت صندوق البريد بينما انعطفت إليزابيث نحو قسم التبغي البني المنعش في أرمي إند نيفي وهي ما زالت تهمهم لنفسها ما ردده السيد ويتيكر بأن المعرفة تأتي من خلال المعاناة والجسد همهمت الجسد قاطعت إليزابيث أفكارها وسألتها أي قسم ستقصد قالت فجأة التنانير التحتية ثم مالت نحو المسعد مباشرة اتجهت للطبق العلوي أرشدتها إليزابيث عبر هذا الاتجاه وذاك تبعت إرشاداتها وهي شاردة كثفلة كبيرة بارجة ثقيلة ها هي التنانير التحتية بنية محتشمة مقلمة خفيفة صلبة رقيقة اختارت وهي شاردة اختيارا عجيبا تحسبتها البائعة مجنونة تعجبت إليزابيث أيضا أثناء تغليفهم للحزمة متسائلة عما كان وعما كانت يدور في خل الأنسة كليمان ذكرت الأنسة كليمان وهي تفيق من شروضها ضرورة أن يذهب لشرب الشاي فذهبت لشرب الشاي سألت إليزابيث نفسها هل الأنسة كليمان تشعر بالجوع؟ هكذا كانت تأكل تأكل بحماسة وتتطلع مرارا إلى صحن الكعكات المغطات بالسكر على المائدة المجاورة لهما حينها وعندما جلست سيدة وطفل وسحب الطفل الكعك هل رغبت فيها الأنسة كليمان؟ نعم رغبت فيها الأنسة كليمان أرادت تلك الكعكة الوردية تحديدا متعة الأكل تكاد تكون هي المتعة الوحيدة الصافية التي بقيت لها وها هي تحرم منها أيضا أخبرت إليزابيث أن السعداء من الناس لديهم ملاذ يتكئون عليه بينما هي كعجلة دون إطار إنها مولعة بتشبيهات كهذه تنزعج من أصغر حصات هذا ما قالت وقد بقيت قليلا بعد الدرس أثناء وقوفها بجوار المدفأة تحمل حقيبة كتبها حقيبتها المدرسية كما تسميها صباح ثلاثاء ما بعد انتهاء الدرس كما تحدثت عن الحرب بعض الناس لا يرون الإنجليز دائما على حق توجد كتب وتنعقد لقاءات تظهر وجهة نظر مغايرة وسألت إليزابيث إن كانت تود الدهاب معها لفلان العجوز الأكثر غرابة ثم أخذتها الآنسة كاليمان لكنيسة في كينغستون لتناول الشاي مع الكاهن أعارتها كتبا في القانون في الطب والسياسة قالت لها أن كل التخصصات متاحة للنساء من جيلك أما هي فقد دمر مستقبلها المهني وهل كان هذا ذنبها أجابتها إليزابيث لا قطعا ثم تأتي أمها لتخبرها أن سلة قد وصلت من بورتون وتتساءل هل ترغب الآنسة كاليمان في بعض الظهور إن معاملتها للآنسة كاليمان بالغة للطف دائما لكن الآنسة كاليمان قدست الظهور كلها في حزمة واحدة ليس لديها مساحة للتفاهات ما تهتم به الآنسة كاليمان يجر أمها فإذا اجتمعت معا هي والآنسة كاليمان يكون الوضع كارثيا تتباهى الآنسة كاليمان وتبدو مكشوفة إلا أن ذكاء الآنسة كاليمان يكون مروعا لم تنشغل إليزابيث بالفقر يوما فهم ينعمون بكل ما يمكن أن يرغبوا به تتناول أمها الإفطار في السرير كل يوم تحضره لها لوسي في الطابق العلوي تعجبها العجائز لكونه النضوقات لكن الآنسة كاليمان قالت صباح أحد أيام الثلاثة بعد انتهاء الدرس امتلك جدي متجر زيوت ودهون في كينغستان الآنسة كاليمان تشعر المرأة بدونيته تناولت الآنسة كاليمان كوب شاي آخر جلست إليزابيث منتصبة تماما بملامحها الشرقية ولغزها الغامض لا هي لا ترغب في شيء آخر بحثت عن قفة زيها قفة زيها الأبيضين كان تحت الطاولة آه لكن لا يجب أن تغادر لا يمكن للأنسة كاليمان أن تدعها تذهب هذا الشباب إنها جميلة هذه الفتاة تحبها بإخلاص تضم قبضتها الضخمة وتبسطها على الطاولة رأت إليزابيث أن الجلسة لا معنى لها نوعا أرادت الإنصراف فعلا إلا أن الآنسة كاليمان قالت أنا لم أنتهي بعد حين انتظرت إليزابيث بالطبع لكن الجو هنا خانق قالت الآنسة كاليمان ستحضرين الحفلة الليلة كان من المفترض أن إليزابيث ستحضر تريدها أمها أن تحضر لا يجب أن تترك نفسها تنهمك في الحفلات قالتها الآنسة كاليمان وأصابعها تلتمس آخر قطعة من حلوة الكلير بالشوكولاتة ثم مسحت أصابعها وحركت الشاية في فنجانها شعرت أنها تكاد تنفطر كان الألم مبرحا لو يمكنها أن تطوقها أن تعانقها لو يمكنها أن تجعلها وحدها وللأبد ثم تموت هذا ما أرادته فحسب لكن أن تجلس هكذا عاجزة عن التفكير في شيء تقوله ترى إليزابيث تنكرها تشعر أنها مقيتة حتى لديها هذا كثير جدا لا يمكن تحمله طوت أصابعها الغاليضة في قبضتها قالت الآنسة كاليمان وهي تحاول إثناء إليزابيث عن الذهاب أنا لا أحضر حفلات أبدا لا يدعوني أحد إلى الحفلات وكانت تعلم وهي تقول ذلك أن في تلك الأنانية هلاكها لقد حذرها السيد ويتيكر لكنها عاجزة تماما لقد تحملت الكثير لماذا عساهم يدعونني أنا نكرة أنا بائثة كانت تعلم أن هذه حماقة لكن كل هؤلاء ممن مروا بهما من يحملون اللفافات ويزدرونها هم من دفعوها لقول ذلك لكنها دوريس كاليمان المرأة التي تشق طريقها بنفسها في الحياة إلمامها بالتاريخ الحديث له جلاله قالت أنا لا أشفق على نفسي وكادت تقول أشفق على أمك لا لكن لا 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 يمكن ذلك لن تقول ذلك لإليزابيت أنا أشفق أكثر على الآخرين وكمخلوق أبكم أحضر إلى ممر ضيق لغاية مجهولة ووقف هناك متلهفا على الهرب بعيدا جلست إليزابيت ظلواي واجمة هل ما زال لدى الآن سكاليمان ما تود قوله قالت دوريس كاليمان بصوت مرتعش لا تنسيني بالكامل انطلق المخلوق الأبكم في الحال مذعورا نحو طرف الحقل ضمت القبضة الضخمة وبسطتها أدارت إليزابيت رأسها أتت الناذلة قالت إليزابيت إن صرفت لقد انتصرت السيدة دالواي إليزابيت إن صرفت إن صرف الجمال إن صرف الشباب أما هي فبقيت ثم نهضت وتخبطت بين الطاولات الصغيرة تتأرجح من جانب لآخر وتبعها أحدهم بتنورتها التحتية ظلت طريقها إن حشرت بين صناديق معدة لترسل إلى الهند بعدها وجدت نفسها بين أغراض الولادة ولفافات المواليد تهادت بين السلع من كل العالم الهشة والمقاومة لحم الخنزير المدخن أدوات مكتبية لوائح عدة منها الحلو والآخر حمضي رأت نفسها متمايلة وقبعتها معوجة بوجه قد تخضب بالأحمر في مرآة طولية وأخيرا خرجت للشارع برز أمامها برج كتدرائية وثمينستر بيت الرب في غمرة الزحام برز بيت الرب انطلقت بإصرار تحمل حزمتها نحو ذلك الملاذ الآخر كنيسة أبي حيث رفعت يدها إلى جبهتها لتضلل وجهها جلست بجوار من تضللوا بالسقيفة المصلين من كل صنف متجردين من المكانة الاجتماعية وكادوا يخلعون عنهم أجناسهم أيضا بينما يرفعون أقفهم قبالة وجوههم وحين ينزلونها يبدون كرجال ونساء إنجليز أبرار من الطبقة المتوسطة يتلهف بعضهم على مشاهدة تماثيل الشمع لكن الآن سكليمان أبقت ظلت يدها على وجهها هكذا تحيا منبوذة طارة مقبولة طارة أتى مصلون جدد من أحد الضروب ليحلوا محل المتشردين رغم ذلك وبينما يلتفت الناس من حولهم ويسيرون مثقلين نحو ضريح الجندي المجهول كانت تغطي عينيها بأصابعها وتحاول في هذه الظلمة المضاعفة فالضوء في آبي كان خافتا أن تطهر نفسها من الحقد والحب معا انتفضت يداها كأنها تناضل بينما الرب قريب للآخرين ودربه ممهد السيد فليتشر الموظف المتقاعد من وزارة المالية والسيدة غورهام أرملة مستشار العرش الشهير يتقربان إليه بيثر وبعد أن انتهي من صلاتهما اعتدل في جلستهما ليستمتع بالموسيقى بنغمات الأورغون البديعة شاهد الآن سكليمان في آخر الصف تصلي وتتضرع ولأنهما واقفان عند عتبة عالميهم الروحي فقد أشفق عليها وحسبها روحا مترددة في المنطقة ذاتها روح جثة من جوهر لا مادين ليست امرأة بل روحا توجب على السيد فليتشر أن يغادر توجب عليه أن يمر بها ولحداتة ورعه عجز عن إخفاء أساه لحال تلك المرأة البائسة شعرها المنسدل حزمتها بجوارها على الأرض لم تتح له المرور في الحال وبينما وقف يدور ببصره من حوله متأملا الرخام الأبيض الزجاج الرماضي للنوافد الكنز المتراكمة فهو معتز للغاية بآبي أثرت فيه تلك المرأة بضخامتها وصلابتها في جلوسها هناك تناوب الركوع على ركبتيها من حين لآخر طريقها لربها وعره رغباتها قاسية كما أثرت في السيدة دالواي التي لم تسقط صورتها من ذهنها ظهر اليوم وأثرت في القصة إدوارد ويتيكر وإليزابيت أيضا انتظرت إليزابيت وصولة حافلة عامة في شارع فيكتوريا كان البقاء في الخارج بديعا رأت عدم ضرورة عودتها إلى المنزل في الحال كان الباقي في الهواء الطلق بديعا ستستقل الحافلة إذن بوقوفها هناك بدأ الأمر رغم ملابسها الأنيقة بدأ الناس يشبهونها بشجر الحور الزنابق الضباء الماء المترقرق وسواسن البساتين هذا جعل حياتها تثقلها فهي كانت تفضل البقاء وحيدة تفعل ما يحلو لها في الريف لكنهم سيشبهونها بالسواسن ويلزمونها بحضور الحفلات ولوندون موحشة جدا مقارنة بالبقاء في الريف مع أبيها والكلاب تأتي الحافلات تهدأ ثم تنطلق كارفانات بعيدة عن أي ضوق تتألق بطلائها الأحمر والأصفر ستستقل أي منها لم يكن لديها أي تفضيلات بالطبع لم تكن لتزاحم لتميل إلى البلادة لا تجد التعبير لكن عينيها كانت رائعتين صينيتين شرقيتين وكما كانت أمها تردد دوما بكتفين بديعين وقامت المنتصبة دائما كانت ساحرة لكل من يراها ومؤخرا خاصة في الليل حين تكون مهتمة وهي التي لا تبدي حماسة أبدا تبدو فاتنة مهيبة مشرقة ما الذي قد يشغل بالها يعشقها كل رجل وهذا يجرها لأبعد حد هكذا بدأ الأمر كله يمكن لأمها رؤية ذلك بدأت المجاملات والتملق أما هي فلا تعبأ بذلك كثيرا بملابسها مثلا وهذا يثير قلق كلاريسا أحيانا لكنها ترى أن هذا أفضل من بقائها مع الجراء وخنازير غينيا المحمومة وهو يضفي عليها سحرا خاصا ثم أتت صداقتها المريبة مع الأنسة كاليمان كل هذا كان قد خطر لكلاريسا وهي مؤرقة في الثالثة فجرا أثناء قراءتها لمذكرات البارون ماربوت هذا يثبت أن لديها قلبا فجأة تقدمت إليزابيت واستقلت الحافلة ببراعة أمام الجميع واتخذت مقعدها في الطبق العلوي تقدم المخلوق الطائش كقرصان ثم انطلق في طريقه كان لابد أن تقبض على الحاجز لتثبث في مكانها فهو قرصان طائش عديم الضمير يندفع بلا هوادة ينعطف على نحو خطير يختطف راكبا بصفاقة ويتجاهل راكبا يندس كالإنقليس متغطرسا ثم يندفع بوقاحة وبأقصى سرعة منطلقا في وايت هول وهل خطر لإليزابيت فكرة واحدة تخص الآن سكيليمان التي عاشقها دون ما غيره والتي تراها كظبي حر وقمر بين أشجار الغاب إنها مستمتعة بحريتها الهواء منعش وطيب لقد كان الجو خانقا في محلات أرمي أند نيفي والآن كأنها تركب الخيل متجهة نحو وايت هول ومع كل حركة للحافلة يرتد الجسد الفاتن في المعطف البندقي كحركة فارس كالوجه المنحوط عند مقدمة السفينة تمنح الحرارة خديها شحوبا كالخشب المطلي بالأبيض وعيناها البديعتان حدقتا في الأفق شاغرتان مشرقتان بالتحذيق السادجي في المنحوطات ولحديثهم الدائم عن معاناتها فإن الآن ساكيليمان شخصية معقدة وهل كانت على حق لو أن الأمر يتعلق باللجان وبدل الساعات والساعات كل يوم فهي بالكاد تراه في لندن لمساعدة البؤساء فإن والدها يفعل ذلك والرب يعلم إذا كان ذلك ما قصدته الآن ساكيليمان بمسيحية المرأ لكن يصعب عليها الجزم أوه ودت لو تبتعد أكثر قليلا بالحافلة بنس آخر لحي ستراند ها هو البنس إذن ثم قصدت ستراند كانت تحب المرضى والآن ساكيليمان قالت كل التخصصات متاحة للنساء من جيلك إذن قد تصير طبيبة قد تصير مزارعة الحيوانات مريضة غالبا قد تمتلك ألف فدان فيعمل أناس تحت إدارتها ستزورهم في أكواخهم ها هو سوميريست هاوس قد يصير المرأ مزارعا ماهرا كل هذه الأفكار في الغالب بسبب سوميريست هاوس بدى المبنى الرماضي بديعا مهيبا وعظيما تحب ما يشعر به الناس أثناء عملهم تحب الكنائس كأنها أشكال قدت من ورق رماضي تنصدر جاني بيستراند قالت لنفسها أن المكان هنا مختلف تماما عن ويسمينستر فهي تنزل من الحافلة عند جادتي تشان سيري كان مهيبا ومزدحما للغاية باختصار أرادت أن يكون لها مهنة أن تصير طبيبة مزارعة أو ربما عضوا في مجلس العموم لو لزم الأمر ذلك كل هذا بسبب سيراند إن أقدام هؤلاء الناس تسعى فيما يشغلهم وأيديهم تنبت حجرا على حجر ولم تنشغل أذهانهم منذ الأزل بثرثارات لا فائدة منها تشبيه النساء بشجر الحور فاتن بالتأكيد إلا أنه مضحك جدا بل ينشغلون بأفكار عن السفن عن التجارة عن القانون عن الإدارة كل هذه الفخامة وهي تمر بمبنى التامبر الحياة ها هو النهر التقوى ها هي الكنيسة جعلتها عازمة مهما كان رأي أمها على أن تصير مزارعة أو طبيبة لكنها بلا شك كسولة بعد الشيء من الأفضل أن لا تذكر شيئا من هذا لأحد بدى تفكيرا سادجا إنه مما يحدث للمرء حين يكون وحيدا بنايات لا تحمل أسماء مصممها زمر من البشر عائدين من المدينة محملين ببطاقات تفوق ما لدى الكهنة المتوحدين في كينغستون تفوق ما في الكتب التي أعارتها لها الآن سكاليمان طاقة تحفز ما يكمن هامدا مرتبكا وخجولا في القاع الرملي ليختارق السطح كالطفل يمد دراعيه فجأة قد يكون هذا كل شيء لهفة مدة ذراعين دافع ما كشف يدوم أثره للأبد ثم يرجع من جديد للقاع الرملي لا بد أن تعود إلى المنزل لا بد أن تتجهز وترتدي ملابسها للعشاء لكن كم الساعة ألا توجد ساعة في الجوار تأملت شارعا فلات تقدمت على استحياء نحو كنيسة سانب بول كمن تتسلل على أطراف أصابع قدمها تستكشف بيتا غريبا في الليلة حاملة شمعة تخشى أن يفتح صاحب البيت باب غرفة نومها ويسألها عما تريد جرأتها على التجول في أزقة مريبة أو شوارع خلفية مظلمة لا تفوق جرأتها على دخول بيت غريب تفتح أبواب غرفته التي قد يكون وراءها غرفة نوم أو غرفة جلوس أو تقودها مباشرة نحو غرفة التخزين فآل دالواي لا يمرون أبدا في شارع استراند كل يوم إنها رائدة طائشة مجازفة واثقة تراها أمها خرقاء في جوانب عدة لم تزل طفلة تتعلق بالدمى بنعلن بالن طفلة مثالية وهذا ساحر إلا أن لآل دالواي موروث من العمل العام رئيسات أديرة راهبات مديرات مدارس كبيرات مدرسات وجيهات في دولة النساء دون أن تتسم أي منهن بذكاء خارق كلهن كذلك تقدمت قليلا نحو كنيسة سانب بول يعجبها ما في هذا الضجيج من أنس أمومة إخاء بدى لها أنه ممتعان كان الدوي هائلا انطلق فجأة نفيرو بقي العاطلون صاخب وبارز بين الضجيج موسيقى عسكرية كأن الناس يتظاهرون مع ذلك لو أنهم يموتون لو أن إحدى النساء تلفظ آخر أنفاسها فيفتح الذي يراها أي من كان نوافذ الغرفة التي أقدمت فيها على تصرف مهيب للغاية ثم يتأمل شارع فلات فيأتيه ذلك الضجيج والموسيقى العسكرية منتصرة معزية حيادية لم يكن ذلك مما يدركه الوعي لم يكن فيه إدراك لقضاء المرء أو قدره ولهذا السبب تحديداً كان معزياً حث الذاهلون لمشاهدة آخر انتفاضات الوعي على وجوه الموتى قد تكون غفلة الناس مؤذية جحودهم مهلك لكن هذا الصوت العاصف بلا حدود عاماً بعد عام يأخذ في طريقه كل شيء هذا النذر هذه الشاحنة هذه الحياة هذه المسيرة سيلفهم جميعاً ويحملهم كما يحمل الطيار العنيف لنهر جليدي شذية عظم أو بتلة زرقاء ويدفعهم في جريانه لكن الوقت قدمت بأسرع مما تصورت لا تحب أمها تجوالها بمفردها هكذا فارتدت عائدة لشارع استراند حملت هبة ريح بغض النظر عن الحرارة المرتفعة كانت الريح شديدة غلالة سوداء خفيفة في مواجهة الشمس عبر شارع استراند شحبت الوجوه فقدت الحافلات لمعانها فجأة ولأن الغيوم كانت في بياض قمم الجبال حتى يتخيل المرء أن بمقدوره تقطع ألواح صلبة منها بفأس مع منحدرات ذهبية شاسعة وعلى جوانبها مروج من بساتين في لدة ساموية لها هيئة محل وطيذة اتخذت مقرا لمؤتمر آلهة فوق العالم فقد ماجت الغيوم بحركة سرمدية تتعاقب الآيات كأنها تنفذ مخططا مرسوما تتقلص قمة جبال طارة وطارة تظهر ككتلة بحجم هرم فتحفظ في مكانها بتبات وتتقدم في قلب الموكب أو تقوضه باتزان نحو ميناء جديد وبالرغم من أنها بدت راسخة في مراكزها ساكنة بإجماع تام منها لم يكن هناك ما هو أكثر ندرة ورقة ظاهرية من السطح الجليدي الأبيض أو الذهبي المتوهج فهذا الحشد المهيب قد يتبدل في الحال يختفي يتفكك ورغم ثباثها المهيب والقوة والتماسك المتراكمين فهي تلقي على الأرض نورا طارة وتغلفها بالظلام طارة أخرى سعدت إليزابيت دالواي حفلة ويسمينستر بتروي وبراعة تغضو وتروح تدعو تنذر هكذا تضفي الظلال والأنوار هذا الجدار قتامة وعلى هذا الموز صفرة لامعة وعلى شارع ستراند قتامة وعلى الحافلات صفرة لامعة كما يراها سيبتي موس وورين سميت المستلقي على الأريكة في غرفة الجلوس يتأمل خيوط الذهب السائلة تتوهج وتخبغ بحساسية مذهلة كأنها لكائن حي على الأزهار أو على ورق الحائط في الخارج أحكمت الأشجار تشابك أوراقها كشراك في الجو غمر خارير الماء الغرفة ومن بين الأمواج تساعدت أصواته شدو الطيور صبت جميع القوى كنوزها على رأسه وهو باسطا كفه على ظهر الأريكة كما كان يشاهد كفه تنبسط وهو يسبح ويطفو فوق الأمواج بينما يسمع كلابا تنبح وتنبح بعيدا عن الشاطئ لا خوف بعد الآن قال القلب للجسد لا خوف بعد الآن ليس خائفا كل لحظة تأتي الطبيعة بإشارة مضحكة كتلك البقعة الذهبية التي تتراقص على الجدار هناك 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 لتصميمها على الظهور بالتباهي بريشاتها ونفضي خسلات شعرها وطرح خجلها هكذا وهكذا بديعة دائما بديعة تنتظر هناك وتتأمل من بين أصعب عيدها المنفرجة في كلمات شيكسبير بتصويرها الخاص كانت ريتسيا تتأمله وهي جالسة إلى الطاولة تلوي قبعة بين يديها رأته يبتسم إنه سعيد إذن لكنها لا تحتمل رؤيته يبتسم لم يكن زواجا ولا كون المرء زوجا وهو ما يجعله يبدو بهذه الغرابة دائما متأهب يضحك يجلس واجما ساعة بعد ساعة يقبض عليها ويأمرها أن تكتب درج المكتب مليء بهذه الكتابات عن الحرب عن شيكسبير عن اكتشافات هائلة عن غياب الموت تماما مؤخرا إذ صار يبالغ في الانفعال دون ما سبب الدكتور هولمز والسير برادشو أكد أن الانفعال أسوأ ما يؤثر على حالته كان يلوح بيده في الهواء صائحا بأنه يملك الحقيقة أنه يعرف كل شيء وذكر أن ذلك الرجل صديقه الذي قتل إيفانز يأتيه دوما يغني من وراء استطارة دونت ذلك فورا حين قال بعض ما يقوله بديع والبعض مجرد هديان دائما ما يتوقف أثناء الكلام ويغير رأيه يرغب في إضافة ما يسمع شيئا من جديد ينصت رافعا يديه عاليا أما هي فلا تسمع شيئا يوما ضبط الفتاة التي ترتب الغرفة أثناء قراءة ورقة من هذه وكانت غارقة في الضحك موقف مؤسف بصورة مريعة دفع سيبتيموس للصراخ وهو يتكلم عن وحشية البشر وكيف يمزق بعضهم بعضا من؟ يزل يمزقونه إيرابان يجهز علينا كان يبتدع حكايات عن هولمز هولمز يقول العصيدة هولمز يقرأ شيكسبير كل هذا وهو ينفجر بضحك أو غضب كأنه يرى الدكتور هولمز كائنا مريعا كان يدعوه الطبيعة البشرية ثم تناوبت عليه الرؤى كان يكرر أنه غريق مطروح على جرف صخري والنوارس تتصايح فوقه كان ينظر إلى البحر من فوق حاشية الأريكا ينصط إلى موسيقا ما مجرد أرغون أسطواني في الواقع أو صوت أحدهم يصرخ في الشارع إلا أنه كان يصيح بشكل بذيع ودموعه تسيل على خديه مفزعا أن ترى رجلا كسبتيموس خار حربا ببسالة يبكي هكذا كان يستلقي طويلا منصطا قبل أن يصرخ فجأة قائلا أنه يهوى عميقا بين ألسنة اللهب كانت تبحث عن اللهب بالفعل فصراخه يوحي بواقعية ما يقول لكنها أبدا لم تجد شيئا كان وحدهما في الغرفة تخبره أنه حلم فيهدأ أخيرا لكنها أحيانا ترتعب أيضا تنهدت وهي جالسة منشغلة بالحياكا تنهداتها حنونة وفاتنا كريح ليلية على أطراف غابة تطرق مقصها ثم تستدير لتلتقط شيئا من على الطاولة حركة طفيفة خشخشة طفيفة نقرة خفيفة وهي تشكل شيئا ما على الطاولة حيث جلس التحيك يمكنه رؤيتها من خلال رموشه هيكلا خائما جسدها قاتم ضئيل ووجهها ويديها وحركتها حول الطاولة وهي تلتقط وهي تلتقط كرة تبحث عن خيط فهي تضيع الأشياء دائما إنها تصنع قبعة لابنة السيدة فالامر المتزوجة من تدعى لقد نسي اسمها ما اسم الابنة المتزوجة للسيدة فالامر قالت ريتسيا السيدة بيترز وذكرت أنها تخشى صغر مقاس القبعة وهي تقبض عليها بيدها السيدة بيترز ضخمة البنية وهي لا تحبها إنها تفعل ذلك فقط إكراما لعطف السيدة فالامر عليها أعطتني عينبا هذا الصباح وأرادت أن تفعل شيئا يعبر عن امتنانهما لقد دخلت الغرفة يوما فرأت السيدة بيترز التي اعتقدت أنهما في الخارج تشغل الجرامافون سأل حقا كانت تشغل الجرامافون أخبرته عن ذلك في حينه أنها رأت السيدة بيترز تشغل الجرامافون بدأ يفتح عينيه محاذرا ليرى إذا كان الجرامافون موجودا فعلا لكن الملموسات الملموسات الساحرة لا بد أن يتوخى الحضر لن يفقد عقله تأمل أولا مجلات الموضة على الرف السفلي صاعدا نحو الجرامافون ببوقه الأخضر لا شيء أشد إتقانا نظر مستجمعا شجاعته إلى النضض الجانبي صحن الموز نقوشات صورة الملكة فيكتوريا وزوجها الأمير إلى رف المدفأة وعليه جفنة ظهور لم تزحزح أي منها كانت ثابتة جميعا ولكنها ملموسة قالت ريتسيا ثم أنها ذات لسان خبيث سأل سيبتيموس وما هو عمل السيد بيترز تنهدت ريتسيا وهي تحاول التذكر خطر لها أن السيدة فليمر قد أخبرتها أنه سفر لأعمال شركة ما قالت حاليا هو في مدينة هول قالت حاليا بلكنتها الإهطالية قالت ها هي غطى عينيه حتى لا يرى إلا القليل من وجهها في كل نظره الذقن أولا ثم الأنف ثم الجبهة تحسبا لأن يكون قد تشوه أو به نذبة مريعة ما لكن لا كانت تجلس هناك طبيعية تماما تحيق بشفتين مزمومتين وقسمات مغتمة كهيئة النساء وهن يحكم لكنه أكد لنفسه عدم وجود ما هو مزعج في وجهها أعاد النظر مرة ثانية وثالثة لوجهها بيديها باحثا فيها عما هو مخيف أو منفر وهي جالسة في وضح النهار تحيق السيدة بيترز لها لسان خبيت السيد بيترز حاليا في هول لما الغضب والتكهن إذن لما يحلق مكرها ومنبوذا لما تجعله الغيوم يرتعد وينشج بالبكاء لماذا ينشد الحقيقة ويتلقى ويبلغ الرسائل بينما رتسيا جالسة تغرز الدبابيس في فستانها والسيد بيترز مسافر إلى هول المواجزات الكشف الآلام العزلة السقوط عميقا عميقا بين ألسنة اللهب عبر البحر انظرت كلها لأنه كان واعيا يتأمل رتسيا وهي تصنع قبعة الغوص للسيدة بيترز وتكسوها بالورود قال سبتيموس إن مقاسها صغير جدا للسيدة بيترز لأول مرة منذ أيام يتكلم مثل عاداته قالت أنها بالطبع صغيرة للغاية لكن السيدة بيترز قد اختارتها بنفسها أخذها من يدها وقال أنها تصلح قبعة يرقص مع موسيقى جوال كم ابتهجت لذلك لم يضحكا معا هكذا منذ أسابيع أو يتبادلان النقات منفردين كزوجين ولو دخلت السيدة فيلمر أو السيدة بيترز أو أي أحد عليهما لما عرف من الذي يضحكان عليه هي والسيبتيموس هذه لك قالتها وهي تغرز الورود في طرف القبعة لم تبتهج هكذا أبدا أبدا طوال حياتها قال السيبتيموس أنها ما زالت مضحكة ستظهر المرأة المسكينة كخنزير في السوق لا أحد يضحكها كما يفعل سيبتيموس ماذا لديها في صندوق أدواتها لديها شرائط وخرز وظهور صناعية قلبتها جميعا على الطاولة بدأ يوفق بين ألوان غريبة فهو إن لم يكن موهوبا في الأعمال اليدوية ولا يمكنه حتى ربط حزمة فنظرته رائعة حتى ربط حزمة فنظرته رائعة وغالبا ما يكون على حق سخيف أحيانا بالطبع وأحيانا أخرى يكون محقا بشكل عجيب ستحظى بقبعة بديعة أمهم بها وهو يلتقط هذا وداك ورتاسي على ركبتيها بجانبه تحذق من وراء كتفيه قالها وهو يعني التصميم لتحيكها على ذلك لكنه طلب منها أن تكون حذرة جدا لكي تحافظ عليها كما صممها أخذت تحيكها وبينما كان التحيك حسبها تصدر أصواتا كغلاية على موقد تبقبق تدمدم مشخولة دوما أصابعها اللوزية الدقيقة الصلبة تلتقط وتغرز تعرف إبرتها مكانها بدقة قد تأتي الشمس أو تغيب على الشرابات على ورق الحائط لكنها تحدث نفسه بأنه عليه الانتظار مادا قدميه متأملا جوربيه المخططين بحلقات عند طرف الأريكا عليه الانتظار في هذا المكان الدافئ هذا الجيب من الهواء الخامد كالذي يمر به المرء عند طرف غابة أول الليل حين يتراجع الدفء بسبب هبوط الأرض أو تنسيق ما للشجر فلابد أن يرقن المرء للعلم قبل أي شيء فيلطم الهواء الخد بجناح طير قالت ريتسيا وهي تدير قبعة السيدة بيترز على أطراف أصابعها ها هي ستؤدي الغرض وفيما بعد تلاشت جملتها قصنبور يقطر يجري ماءه قطرة 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 كانت بديعة لم يسبق لها فعل ما يجعله فخورا بنفسه هكذا كانت واقعية جدا ومتماسكة قبعة السيدة بيترز قال انظري إليها أجل سيسعدها النظر لهذه القبعة دوما لقد عاد كما كان لقد ضحك كان وحيدين معا ستقع في غرام تلك القبعة طوال حياتها طلب منها أن تجربها سأبدو في منتهى الغرابة صاحت به وهي تركض نحو المرآة لتتأملها من هذا الجانب وذاك ثم خلعتها سريعا فقد كان أحدهم بالباب هل هو السير وليان برادشو هل بعث إليهم بأحد فعلا لا إنها فتاة صغيرة تحمل جريدة المساء ما يحدث دوما ويتكرر حدوثه ما يحدث كل ليلة من حياتهما معا تمص الصغيرة إبهامها لدى الباب تنزل ريتسيا على ركبتيها تلاطفها ريتسيا وتقبلها تخرج ريتسيا كيس حلوا من درج الطاولة هذا ما يحدث دوما شيئا فشيء هذا ما تؤسسه شيئا فشيء تندمجان في الرقص والتقافز في إنحناء الغرفة وهو كان يأخذ الجريدة قرأ عليهما سري يبدل قصار جهده ثم تموجة حارة كررت ريتسيا سري يبدل قصار جهده ثم تموجة حارة كررته كجزئر من لعبتها مع حفيدتي السيدة فيلمر تضحكان وتترثران في الوقت نفسه في لعبتيهما إنه مرهق جدا إنه سعيد جدا أغمض عينيه بعدما لم يمر شيئا أغمض عينيه بعدما لم يرى شيئا خفتت أصوات اللعبة وصارت أشد غرابة بدت كأنها صيحات لأناس يفتشون ثم لا يجدون شيئا فيمضون بعيدا بعيدا لقد فقدوه تأمل مرتعبا ماذا كان يرى صحن الموزع للنضض الجانبي لا أحد هنا خدت ريتسيا الطفلة إلى أمها تلك هي المسألة إذن سيظل وحيدا للأبد هذا هو الحكم الذي أعلن في ميلانو حين دخل الغرفة وراءهن يقصصنا البعقرام ويشكلنه بمقصاتهن أن يظل وحيدا للأبد وحيدا مع النضض الجانبي والموز وحيدا عاريا على ربوة جرداء ممددا على ذلك التل وعلى الجرف بل على أريكة غرفة جلوس السيدة فيلمر أما الرؤى الوجوه أصوات الموتى أينهم إن أمامه ستارة منقوش عليها سعد أسود وسن أزرق أينما ينظر يرى جبالا أينما ينظر يرى وجوها أينما ينظر يرى جمالا إن أمامه ستارة صاح إيفانز لم يأته أي رد نادى إيفانز لم يأته رد نمي مفأر أو هسهسة ستارة تلك أصوات الموتى الستارة دلو الفحم والنضض الجانبي كل ما تبقى له ليتصدى إذن للستارة ولدلو الفحم والنضض الجانبي لكن ريتسيا اقتحمت عليه الغرفة وهي تهمهم ترجمة نانسي قنقر